بسم الله الرحمن الرحيم اسمي سنة سراج وأسمع بي مهم سراج الدين أنا أدرس في الصف الرابع نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما أباد رئيس الهفل المعقر ويهوان في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع والدعوة إلى الله إخواني في الله إن العالم الإسلامي اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية التي تشهو للناس حقيقة الإسلام والدعوة إلى الله هي من أهم مسؤوليات المسلمين لو نتعمل قليلا لنجد كثيرا من الأعصار التي تدل على أحمية الدعوة إلى الله فقال تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ الصَّالِهَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورة فُسِّلَتْ سورة الرَّخَمْ واحد واربعون آية الرَّخَمْ سَلَاسَةٌ وَسَلَاسُونَ فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَنَ عَمْرٍ وَرَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ أن يبلغ لله ورسوله هذا الدين وأن يشه للناس حقيقة الإسلام والدعوة إلى الله تكون بالقول والأمل وبسيرة الدعوة التي تجعله خذواتا حسنة لغير ولابد للدعوة إلى الله أن يستعين بأسالب الدعوة الإسلامية كما قال تعالى ادعوا إلى صبيل ربك بالهكمة والمعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة نهل سورة الرَّخَمْ ستة عشر آية الرَّخَمْ قَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ وَمِيَّةٌ أيها المسلمون لَفِتَّقَزْنَا مَنْحَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهُ فَنَرَى سَمَرَاتِهَا فِي الدُّنْيَا بهيث تساد بها الشعوب وتصله بها الأفراد والمجتمع ويتجلى وجه الإسلامي كالشمس وللدّاعي أجر أزيم في الدنيا والآخر وآخر الدعوانة أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة